أنا معي على التليفون كابتن جهاد جريشة كابتن جهاد أهلاً وسهلاً بك تحياتي مساء الفل أخبارك يا كابتن جهاد قوله والله زال كل الحمد لله يا رب دائماً في أفضل صحة وأفضل حال قولي رأيك إيه؟ رأيك إيه في ركلة الجزاء بتاعت النهار هل هي حقيقية ولا لأ؟ هل هي غريبة ولا لأ؟ هل هي طبيعية ولا لأ؟ رأي التحكيم مهم أنا قلت رأيي كراجل في الأول وفي الآخر أرى في الزمالك فريقاً مصرياً يمثل مصر في هذه البطولة فهو انطباع في الأول وفي الآخر لواحد مشجع إنجاز التعبير للزمالك النهارة إبراهيم أنت أولاً طبعاً رأيك كراجل مشجع مصري بتشجع فرق مصري لكن أنا هتكلم على التحكيم بفضل لو تذكر كده أن أحياناً بيبقى فيه مدافع قدام مهاجم والمهاجم القرى تعدل المدافع والمهاجم يلعب قرى بإيده المدافع بإيده خارج الجسم يلعب قرى بإزماهو الإيد المدافع مش شايف القرى بس إيده مكبر الجسم بتروح جاه في الإيد من الرأس المهاجم لإيد المدافع وتحتفى براجل الجزاء القصة بالنسباناً المعايير اللي موجودة في الاتحاد الدولي سبتلنا الصورة اللي فاتت يا بيومي من فضلك سبتل الصورة اللي فاتت التحكيم بالنسباناً بقى علم يا أبراهيم ليه الرجل حسب النهار ده راجل الجزاء وليه الفارد تتعى لما الإيد تكبر الجسم حتى لو إنت مش شايف القرى والقرى جاية بضهرك بس إنت كبرت الجسم إنت اللي حتى الرزق حتى لو أنا حتى لو القرى ديتما القرى دي مش مباشرة خلينا نقشك فيها برضو لا مش مباشرة أنا ليه بنقشك فيها بس برضو علشان لو أنا عندي معلومة غلطة صحاحة لو أنا رجل شايف بعين المشجع إنت عين الخبير عينك تكسبني مليون مرة فتوضح الصورة أنا مش داخل مباشر مدي ضهري وبالتالي مش شايف فمهمل لا ده أنا حصل إن أنا شتت الكورة فخبطت في الراجل وارتطمت غصب عن الراجل وغصب عني فيه هو وبعدين رح تجاية فيه أنا وأنا مدي ضهري هل هنا فيه عندنا في القانون اللي بيقول الحالة دي اللي بيشرح الحالة دي تحديدا إنه الراجل تحصل ارتطام أو الكورة ترتد من الخصم للخصم الآخر أو للمنافس الآخر وهو مدي ضهره وبالتالي هتم احتسابها وهو كده مكبر إيده ده السؤال اتفضل لكابتال إبراهيم اللقطة دي لو لو الزميل زميل اللاعب اللي هو المدافع اللقطة دي لعب الكورة بالمنظر ده وجات في إيده اللاعب المدافع واللي مكبر الجسم بالمنظر ده بليه قلت مفيش خطأ من مدافع المدافع أنت تكلم على التعامل في الوقت دي تتكلم عليها أن ما فيش خطأ أو في رسك من المدافع أو بالتالي آه يعني لو مدافع شد شتت الكورة لا يعني أشرح بس للناس عشان دي مهم يعني لو عبدالغاني شتت الكورة مسلا فلنفترض إن اللي جنبه ده الوينش أو حسام عبدالمجيد فشتت عف عبدالمجيد فخبطت فضاره هو مدي ظهره بلايه قل مش ضربة جزاء بدي ظهره أو مدي وش وغض النظر مش هتفرق قصف الآخر ما ينفعش من مدافع لمدافع نحتسب ركل الجزاء لمسة ياد بالمسافة دي بالشكل ده بالمنظر ده طيب إذا كان في حالة تانية والحركة دي دي مش قصتنا لكن بالكلم على اللقطة التحكمية اللي موجودة بنتكلم فيه بممتاز حيارية على فكرة مش يعني لا لا قول اتفضل منفصلة الحجم الحجم إمتى لما لقى الايد مكبرت الجسم والآي نعم اللي قاعد مش شايف الكرة الكرة خبطت في المهاجم وراحت مباشرة ليد المدافع اللي كبرت الجسم كان فيه حركة من إيد المدافع في الحركة بتاعته الطبيعية بس هي الحركة بعد كده إيده كبرت الجسم لما كبرت الجسم في المنظر ده يعاقب عليها إبراهيم لو برا منطسة جزاء راكل حرم بشرة جوا منطسة جزاء راكل جزاء وبالتالي بأكلمك إن اللقطة دي هتيجي اللاجنة حكام الاتحاد العربي أو اللاجنة لو في أفريقيا أو في الاتحاد دولي هقوله راكل الجزاء صحيحة تم احتسابها وإشارة في حكم الـ VR الحكم ما شوفهاش في الملعب المنظر ده لكن لما راح شافها في الصورة الواضحة تبقى برضو بالكلم على التصوير واضح والنقل تلفزيوني واضح وزوائق واضحة لما راح شافها ما ترددش لحظة ورجح تصبرك لجزاء صحيحة إذن حضرتك شايف وفقا للقانون ووفقا لخبراتك التحكمية إنها ضربة جزاء صحيحة وإنه اللعب كبر إيده وملهاش علاقة إن هو مدي ظهره أو إن الكرة تطمت فيه الخصم وردت له مرة تانية وهو مش قاصد فكان مدي ظهره إذن ترى من وجهة نظرك وهو يغفقها للقانون إنه ضربة الجزاء صحيحة طيب على فكرة بس يا برنامد في حاجة إنه فيه ركاة جزاء كتيرة في اليد اللعب نفسه مش قاصد بس هو مقرر حط إيده وتكبرت الجسم لما بتجي في الإيد ساعته هو مش قاصد بس هو لما كبر جسم هو اللي هو اللي راح للريسك ماشي الريسك ده هو اللي يتعاقب عليه بعد كده طيب أسألك تقييمك إيه أصل للحكم اللي بالنهاردة اللي كان موجود بيقود هزا اللقاء كابتنا عبدالواحد بص هو حكم صغير إحنا من النهاردة نتكلم على على أداء تحكم مفيش في الماتش خطأ تحكم مؤثر على المبارة لكن عندنا حاجات الإدارية أو حاجات إدارة المواقف بس فيت نشر إنذار إدارة المواقف دي كلها تيجي بالخبرات يعني فيه مواقف فيه مواقف تحكمية لما بتحصل وصرعات تحصل في الملعب هو يقدر يديرها من الشرط كل طراعة تطلب الإنذارات فالإنذارات كترة تقوم عن النهاردة إذا وصلنا إلى عدد كبير من الإنذارات في المبارات دير إذا دي كان ممكن هو أحيانا يتتدخله بإدارة معينة يقلل عدد الإنذارات دي لكن إذا كنت في تكلم على الإنذارات وإنذارات كتير فبنتكلم من الراجل دي النهاردة مفيش عنده خطأ حكيمي أفضل مبارات دي الأهم عندي لكن الخبرات دي هو مش موجود مش هنفع نتكلم على واحد برده وخبراته قول إيلا في الفترة دي إنه هو أدار مبارات برزادي بس أدارها بصورة جيد شايف إزاي احتجاج الزمالك على الحكم واحتجاجه وتقديم شكوى رسمية للاتحاد العربي بعد القرارات اللي حصلت ومن ضمنها ضربة الجزاء والبطاقات الصفراء الكتير بص أنا شاهد احتجاج الزمالك النهاردة زي احتجاج الوداد على محمود البن محمود البن عمل مباراة الفتاح مباراة أكثر من جيدة قرارات تحكمية كلنا تفاني معها حتى محلين في السعودية المحلين في مصر أي محلين موجودين تتكلموا على محمود البن الصورة كويسة الاحتجاج اللي يتقدم ده ما يقللش من الهداء ده الحكم برضو الزمالك النهاردة عدم احتجاج فأكيد برضو تحضر العربي بيرجل على اللغطات وبيشوفوا اللغطات كحق لجل الحكام وفي الآخر طبعا الزمالك يحتاج ولكن في الآخر أنا أقول لك أن الحكم على المباراة كابتن جهاد بشكرك شكرا جزيلا بشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشا